اشتركوا في القناة في علم الفلك من 13 دولة بيانا عشر من خلاله الى ان رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكن بالعين المجرد من العالم العربي والاسلامي واضح البيان ان وجود الهلال في السماء لمدة قصيرة بعد غروب الشمس لا يكفي للقول بامكانية رؤيته بل حتى مدة مكثه وعمره هي عوامل غير كافية للتنبؤ برؤيته مضيفا ان من اهم العوامل المحددة لامكانية رؤية الهلال هو بعد القمر عن الشمس بالدرجات واضاف المصدر ذاته ان جميع المعايير قديمها وحديثها تبين ان رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكن بالعين المجرد من العالم العربي مشددا على ان هناك من يحتج بان المعايير الفلكية والارقام القياسية امور يمكن خرقها وهذا صحيح بالطبع لكن العقل السليم يعلم ان خرق معايير بنية اعتمدا على سجلات امتدت لمئة سنين لا يكون بمقدار كبير وعودة الى هلال يوم الخميس عسين ابريل الجاري اشار البيان الى ان رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجرد في العالم العربي او الاسلامي وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمه وجلها اقل من حد دانجون اما بالنسبة للدول التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابيا ولا تشترط رؤية الهلال او تكتفي بامكانية الرؤية من اي مكان في العالم يشترك معها بالليل فقد اكد المواقعون على ان البيان انه يصح تماما ان يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة 21 ابريل الجاري وبخصوص الدول التي تستاطر رؤية المحلية الصحيحة بالعين المجرد فقط او الدول الواقعة في اسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب فيفترض ان تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وان يكون عيد الفطر فيها يوم السابق